ملخص كتاب الزبدة هل تبحث عن نصائح مجربة في مجال التنمية الذاتية؟ ماذا لو كانت تلك النصائح معززة بخلاصة 300 كتاب في مجالات علم النفس والأعمال التجارية كتاب الزبدة للمؤلفة السعودية أضوى الدخيل تعمل أضوى في تداول الأسهم والسندات بالبرصة منذ كانت في السادسة عشرة من عمرها وقد حصلت على ثلاثة جوائز عالمية في هذا المجال بالإضافة إلى موهبتها الشعرية في كتاب الزبدة تقدم أضوى خلاصة قراءاتها الواسعة وتجربتها الشخصية في مجال الأعمال والتنمية الذاتية لنبدأ الملخص بالخطوة الأولى وهي العثور على شغفك في الحياة حدد شغفك واتبعه لماذا يعمل الملايين في أنحاء العالم في وظائف يكرهونها تساعدهم بالكاد على سداد التزاماتهم المادية على الأرجح يتجه الناس لوظائف بعيدة عن اهتماماتهم سعيا لجني المال لكن الحقيقة المؤسفة أن هؤلاء الأشخاص وإن نجحوا في تحقيق بعض الاستقرار المادي فهم لا ينجحون أبدا في تحقيق الثراء لماذا؟ لأن الوصول للثراء يحتاج إلى إخلاص تام وحماسة متقدة وعزيمة لا تفتر وهي كما ترى أشياء لا يمكن للإنسان تحقيقها في وظيفة يكرهها لذلك فإن الخطوة الأولى في طريق تحقيق الثراء هي البحث عن شغفك الحقيقي ودراسة إمكانية الاستفادة منه يمتلك كل شخص مزيجا فريدا من المواهب والقدرات التي تمكنه من خدمة مجتمعه بطريقة لا يقدر عليها أحد سواه وهذا هو سر الثراء أن تقدم للناس ما لا يقدر أي شخص آخر على تقديمه سل نفسك بأي أنواع الذكاء تتمتع هل هو الذكاء اللغوي؟ أم الذكاء البصري المتعلق بفنون التصوير؟ أم الذكاء الموسيقي؟ أم الذكاء الحركي الذي يمكن الناس من إجادة الرقص أو الرياضة؟ هل هو ذكاء منطقي أو حسابي يجعلك بارعا في فنون البرمجة والحاسوب؟ إذا حددت مهاراتك الفريدة ستكون قد اتخذت أول خطوة في طريق الثراء يعتقد بعضهم أن أوان البحث عن الشغف قد فات أو أن العمر قد تقدم بهم فلم يعد بمقدورهم تغيير حياتهم الآن وإلى هؤلاء نحكي قصة الكولونيل ساندرز الذي بدأ ببيع الدجاج المقلي في الأربعين من عمره ليؤسس في الثانية والستين سلسلة مطاعم كينتاكي فرايد شيكين الشهيرة إن ثقة الإنسان في نفسه ومهاراته الشخصية تتحكم في حالته العقلية وتشكل واقعه بالكامل كما سنرى بالتفصيل سحر التفكير الإيجابي يتحكم عقلك الباطن في تصرفاتك واختياراتك وقدراتك على استيعاب الواقع والتعامل معه ويعمل عقلك الباطن وفقاً للأفكار التي تغذيه بها باستمرار فإن كانت تلك الأفكار إيجابية ستصبح في حالة عقلية إيجابية وتقتنص الفرص وتتخذ القرارات السليمة التي تجعلك تقترب من هدفك ولهذا عليك أن تحدد أهدافك وتكررها على نفسك يومياً بلغة إيجابية واثقة كن دقيقاً في تحديد أهدافك على سبيل المثال لا تقول أريد منزلاً جميلاً بل كن محدداً في مواصفات هذا المنزل حدد عدد الغرف والموقع وتخيل التصميمات والأثاث وكل صغيرة وكبيرة الدقة في تحديد الهدف هي أهم مفاتيح تحقيقه وهنا عليك أن تستعين بقوة خيالك وقدرته على تحقيق المعجزات هل سمعت بكتاب السر The Secret؟ إن لم تكن قد سمعت به أو قرأته من قبل يمكنك عزيز القارئ قراءة ملخصة المهم لنعود إلى موضوعنا في كتاب السر يحكي أحد الأشخاص أنه اعتاد تسجيل أحلامه بدقة وبالتفصيل مكتوبة ومصورة ويضعها على لوحة كبيرة في غرفته ليتأملها كل يوم حتى غادر هذا المنزل وتركها فيه وبعد سنوات انتقل الرجل للعيش في ولاية كاليفورنيا واشترى منزلا جديدا وجدده بالكامل ثم جلب جميع أغراضه من المنزل القديم ليكتشف أن منزله الجديد هو منزل أحلامه بالفعل وأن صورته كانت معلقة على اللوحة منذ سنوات إنها قوة الخيال والتصور والإيمان بالأحلام لهذا كن دقيقا ومفصلا في تسجيل أهدافك واحفظها بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها وتحديثها لكن تحديد الأهداف وحدة ليس كافيا بل هي خطوة على طريق طويل والخطوة التالية هي بالطبع التنفيذ كيف تتحول الأحلام لحقيقة التفاني هو مفتاح تحقيق الأحلام بعد تحديد أهدافك وتسجيل أحلامك بالتفصيل وبدقة كرس كامل قدراتك لتحقيقها امنح حلمك مئة بالمئة من طاقتك أو اتركه بالكامل والتفاني ليس موهبة يمتلكها بعضهم ويفتقر إليها الآخرون بل هي مهارة مكتسبة يمكنك أن تدرب نفسك عليها وتتقنها تأمل في حياة الفنان مايكلانجلو على سبيل المثال كرس الرجل أربعين عاما من حياته لنحت تمثال موسى على قبر البابا يوليوس الثاني لم يقطعها سوى الأعوام الأربعة التي كرسها لمشروع آخر وهو سقف كنيسة سستين فخلق بذلك إبداعا فنيا تستحيل محاكاته إلى يومنا هذا لذا الشرط الأول في رحلتك لتحقيق النجاح هو أن تختار مجالا يناسب موهبتك ويشعرك بالحماسة لأن الحماسة والشغف هما معيناك الأساسيان في تلك الرحلة الشاقة ببساطة لأنه من المستحيل على أي إنسان أن يكرس كامل طاقته لعمل لا يحبه ولا يشعله بالحماسة ومع التركيز المستمر على أهدافك وبذل كامل طاقتك لتحقيقها سيصبح بمقدورك الاستعداد للفرص واقتناصها فور ظهورها الاستعداد للفرصة في عالم الأعمال عادة ما تظهر الفرص فجأة وتبقى متاحة لفترة محدودة لهذا يعتمد النجاح في الحياة المهنية على ثلاثة عوامل الاستعداد للفرصة وتمييزها بمجرد ظهورها واتخاذ القرار الصائب وبسرعة الاستعداد في المفاوضات على سبيل المثال يقتضي جمع المعلومات الكافية عن نفسك وعمن تفاوضه عليك أن تكون واعيا بنقاط قوتك ونقاط ضعفك مع الاستعانة بفريق من الخبراء في المجالات التي لا تبرع فيها يجب أيضا أن تمتلك تصورا واضحا عما يمكنك تقديمه على طاولة المفاوضات بمعنى آخر لماذا سيحتاج من تفاوضه إليك أنت بالذات؟ القاعدة نفسها تنطبق على كل تعاملات عالم الأعمال بداية من مقابلات التوظيف حتى إتمام الصفقات الضخمة كذلك عليك أن تجمع كل المعلومات الممكنة عن من تفاوضه احتياجاته دوافعه أهدافه ونقاط ضعفه وكلما كنت دقيقا في تحديد هذا كله زاد استعدادك للفرصة وقدرتك على اتخاذ القرار المناسب بالسرعة المطلوبة وأخيرا عليك أن تتحل باللباقة والمرونة الكافية بشكل يسمح لك بإدارة الحوار لصالحك ومواجهة ما قد يظهر في طريقك من عقبات فطريق النجاح ليس مفروشا بالورود وعليك أن تتعلم أن تتعامل مع كل أزمة كفرصة جديدة لتحقيق المزيد من النجاح كما سنرى في الجزء التالي العقبات فرصة ذهبية في عام 1974 كانت مدينة نويورك تواجه أزمة مالية ضخمة ظن الجميع أنها قد تدفع المدينة بأكملها للإفلاس شخص واحد فقط رأى في تلك الأزمة فرصة مثالية لاختبار قدرته على إنشاء الأعمال وتحقيق بعض الربح إنه المطور العقاري دونالد ترامب ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دراسة ترامب لطبيعة المدينة أكدت له أن ما تمر به هو مجرد أزمة مؤقتة ولهذا اشترى ترامب المبنى أربعون في ميدان وول ستريت الشهير بمبلغ مليون دولار آنذاك واستثمر في تطويره وتجديده لتصل قيمته عام 2016 وقت كتابة هذا الكتاب إلى 300 مليون دولار هكذا تمكن ترامب من إدارة الأزمة بنجاح فحقق أرباحاً خيالية وفي الوقت نفسه ساعدت استثماراته على استعادة نشاط المدينة التجاري فكر في كل عقبة على أنها فرصة متخفية في ثوب المحنة تنتظر من يمتلك المعرفة والاستعداد والشجاعة الكافية لاقتناصها وتغيير مصيره وربما مصير العالم بأكمله والاقتناص تلك الفرصة عليك الاستعانة بكل ما تملك من أدوات والأداة الأهم في عالم الأعمال هي العلاقات الاجتماعية فكيف يمكنك إنشاء علاقات مثمرة مع الآخرين وتوظيفها لاقتناص الفرص سحر الشخصية نحن بوصفنا بشرا نفضل التعامل مع من يتسمون بالمرونة واللباقة والبشاشة احترام الآخرين هو مفتاحك إلى قلوبهم فاحذر الغطرسة أو التكبر واحرص على الإصغاء لحديث الآخرين بانتباه حقيقي ولا تتردد في توجيه المديح والثناء لمستحقه فالكلمة الطيبة لها مفعول السحر في الوقت نفسه احرص على أن تزيد مهابتك من طريقة كلامك وجلوسك ومظهرك وهندامك العام وتذكر أن تبتسم في وجه محدثك لكن لا تكثر من المزاح أو الضحك دون داع حتى لا يستخف بك الآخرون أما في حالات الخلاف أو توجيه النقد فإليك بعض النصائح الذهبية من كتاب Easy Peasy People التي منها أن تستخدم أسلوب الشطيرة في النقد يعني هذا أن تبدأ حديثك بالثناء على من تحدثه ثم تقدم نقدك ثم تختم الحديث بمدحه مرة أخرى أي تقدم ملاحظاتك في ثلاث طبقات طبقتين من الثناء وبينهما النقد تماما كالشطيرة أما النقد نفسه فلا ينبغي أن يكون شخصيا كي لا يدخل المستمع في حالة دفاعية ويأخذ منك موقفا حادا بعبارة أخرى انتقد الأفعال للأشخاص كذلك تذكر أن توجيه النقد يقتضي أن تعترف أنت كذلك بأخطائك وتتحمل مسؤولية أفعالك لتضرب مثالا لمن حولك وبشكل عام لا ينبغي أبدا أن توجه نقدك لأي شخص في العلن ونصيحة إضافية في التعامل مع الآخرين بوجه عام حاول أن تقرأ في مجال لغة الجسد فحركة أجسادنا وملامح وجوهنا تعبر عن كثير مما نحاول أن نخفي الآن حان وقت الخطوة الأخيرة في مشوار نجاحك وهي أن تتعلم كيف تتعامل مع الفشل لا تستسلم أبدا نحن بشر نخطئ ونصيب ويخوننا التقدير في بعض الأحيان ولهذا كلنا معرضون للفشل مهما بلغت قوة ملاحظتنا أو مهاراتنا الشخصية والعبقري ثومس أديسون مخترع المصباح الكهربي لم يعرف الاستسلام أبدا بالرغم من نشأته المتواضعة لأسرة فقيرة ومراضه المزمن الذي أجبره على ملازمة الفراش في طفولته لكن كل هذا لم يفت في عضضه بل إن أديسون جرب أكثر من ثلاثة آلاف نوع من الأسلاك الكهربائية حتى توصل أخيرا للأسلاك التي استخدمها في صنع المصباح الكهربائي ويقال إنه فشل عشرة آلاف مرة في تجاربه وعن ذلك يعلق أديسون قائلا لم أفشل بل نجحت عشرة آلاف مرة في استبعاد مواد وعمليات توليف غير ناجحة لا تدعي الفشل يحول بينك وبين حلمك وفي كل مرة تشعر فيها بالفشل وتوشك على الاستسلام انظر إلى مصباح غرفتك وتذكر مثابرة أديسون التي غيرت التاريخ قبل أن نترككم تذكر عزيزنا القارئ أن مصيرك بين يديك يمكنك تغييره وتشكيله في كل لحظة وكل قرار تتخذه وكل لحظة تمضيها هي خطوة جديدة على طريقك إما تقربك من أحلامك أو تبعدك عنها فإن نجحت في تحقيق حلمك فلا تنس من ساعدوك ووقفوا بجانبك ولا تتردد في مد يد العون لمن يحتاجون للمساعدة وإن فشلت فذكر نفسك بأن الفشل ليس نهاية الرحلة واستجمع عزيمتك وحاول من جديد فهذه هي زبدة الحياة